تعالوا نروح بقى الماتش النهاردة ونروح لزميلنا فاروق صلاح ونعرف منه اخر الاجواء قبل المبارات الاهلي وساندونز ان ليل كل التحية لك كابتن ايمان كل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان وان شاء الله يوم يكوننا موفق لفريق النادي الاهلي النهاردة في مواجهة فريق ماميلودي ساندونز في مبارات الذهاب لدور الثمانية لدوري ابطال افريقيا مباراة مهمة جدا لفريق النادي الاهلي احنا موجودين في مقر اقامة فريق النادي الاهلي واخر السعدادات للفريق النادي الاهلي لمواجهة فريق ماميلودي ساندونز طبعا زي ما قلنا يا كابتن ايمان مباراة مهمة جدا للنادي الاهلي خاصة مبارات الذهاب يتوقف عليها امور كتير جدا ودي واحدة من النقاط المهمة جدا لكان مستر بيتسو موسيماني حريص ويتكلم مع اللعابين على اهمية مبارات الذهاب اه احنا هنلعب 180 دقيقة مباراة هنا في القاهرة ثم مباراة في بريتوريا لكن مستر بيتسو موسماني في كلامه مع اللعبين ضرورة استغلال مباراة الذهاب وضرورة استغلال البدايات طبعا فريق النادر الاهلي كان اختتم استعداداته بالامس على استاد الاهلوي السلام ثم كان عقب مران الاهلي كان التدريب لفريق ماميلودي سانداونز ثم المؤتمر الصحفي لمستر بيتسو موسماني وأيضا رولاني ومنكوبة المدير الفني لفريق ماميلودي سانداونز مستر بيتسو موسماني في المران كان حريص انه يكتاب مع اللعبين ويشرح بعض النقاط الفنية الخاصة بفريق ماميلودي سانداونز طبعا نجد نقول ان الاهلي بالنسبة لسانداونز كتاب مفتوح وأيضا سانداونز بالنسبة للنادر الاهلي كتاب مفتوح وده يعني المواجهة الثالثة ليه على مدار اخر ثلاث سنوات جامعة ما بين النادر الاهلي وماميلودي سانداونز نقدر نقول ان المباراة الفريقتين يعني كتاب مفتوح سواء للأهلي أو لسانداونز مستر بيتسو موسماني اتكلم مع اللعبين على ضرورة استغلال الأخطاء للفريق وعفية في المباراة الثابقة وضرورة اقتناص الفرصة وتحقيق نتيجة إيجابية إن شاء الله في مباراة الذهب تريحنا كتير طبعا كابتا نايمان في مباراة العودة في بريتوريا يعني عقب المران اللي شاهد حلم الجدية والحماس ما بين اللعبين الجميع التصابق يعني اللي نايل إن هو يكون موجود فيه التشكيل الرئيسي طبعا مستر بيتسو موسماني مش هيغير كتير في التشكيل اللي خاط به المباراة الأخيرة خاصة المباراة الزمالك بيميل طبعا الاستقرار في ظل طبعا أنه عنده غيابات غياب علي معلول واستمرار غياب علي معلول وحمد فتحي وأيضا أكرم توفيق وسعد الدين سمير لكن مستر بيتسو موسماني قال أنا بسك في أي 11 لعب موجود في النادي العالم كان بيتمنى طبعا قال كنت أتمنى أن علي معلول يكون موجود حمد فتحي لكن أنا عندي ثقة في لعبة النادي العالم تحدث عن مواجهة فريق سانداونز وقال طبعا هي مباراة قوي جدا قدام فريق سانداونز لكن احنا قادرين على تحقيق الانتصار بينما الرولاني وامان كوبا المدير الفني لفريق سانداونز قال انها مباراة القرن واتكلم عليها انها مباراة قوي جدا وقال ده الفريق اللي خرجنا من البطولة الموسم الماضي ولم نستطيع التغلب عليه سواء في القاهرة او في بريتوريا ولكن يعني عندي حالة من الشغف في مواجهة فريق النادي الاهلي وانا بتوقعني واحدة من اقوى المباريات خاصة انت بتلعب امام الفريق المرشح الاقوى للبطولة لو اعدك اتكلم على كواليس اليوم النهارده فريق النادي الاهلي تناول اللاعبون واجبة الافطار في تمام الساعة العاشرة صباحا ثم واجبة الغداء كانت في تمام الساعة الثانية الظهرم وحدر فنية المستر بيتسو موسيماني كان في تمام الساعة الخامسة طبعاً مستر بيتسو موسماني يتكلم مع اللعبين على كل الأمور الخاصة سواء الصغرات أو النقاط القوة والضعف فريق ماميلو دي ساندوينز النهاردة من النقاط المهمة جداً كان حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الآلي لمقر إقامة الفريق اللي كان حريص على الاجتماع مع اللعبين ويشد من أثر اللعبين وحث اللعبين على ضروري التحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء طبعاً اجتمع مع اللعبين واجتمع مع الجهاز الفني والدرسائل وليء اللعبين واتكلم معهم في بعض الأمور والنقاط الفنية والتحفيزية للعبين خاصة أن الكابتن هيكون رئيس البعثة اللي هتتوجه إليه لبيريتوريا وإن شاء الله في مباراة العودة طبعاً عقب المحاضرة أو عقب اجتماع الكابتن الخطيب مع الجهاز الفني واللعبين في حالة من الجداء أيضاً والحماس ورسائل الكابتن الخطيب للعبين كان لها أثر بالغ على اللعبين طبعاً النهاردة من المقرر أن المباراة هيدرها تقم تحكيم سنغالي بقيادة الحكم ماجيت النضاي هيعاونه المليك سيمبا مساعد أول وجابرييل كامارا مساعد ثاني الحكم الرابع عيسى سا ومراقب المباراة من السودان أحمد أبو بكر من المقرر كابتن أيمن النادر أهلي هيكون ظهوره بإزي الرسمي للنادر أهلي الرداء الأحمر بينما فريق ماميلي دي ساندونز هيكون بإزي الأصفر ودي الأمور التي تم الاتفاع عليها في الاجتماع الفني لهذا اللقاء إن شاء الله كل التوفية كابتن أيمن للنادر أهلي في هذه اللقاء تكون مباراة مميزة إن شاء الله لفريق النادر أهلي ولعبت النادر أهلي يكونوا قادرين على تحقيق الانتصار تكون خطوة مهمة جداً قبل الخطوة الثانية إن شاء الله في بريتوريا من جديد تعود الكالي مليكة كابتن أيمن وكل مشاهدين مشاهدي متابعشات قناة الندر أهلي في كل مكان شكراً جزيلاً للزميل العزيز فاروق صلاح